موسيقى مساكم الله بالخير والنور أنا أحمد ماجد وحييكم في أمسيا جديدة وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الندوات الموسم المسرحي تظاهر مسرحية سنوية تنظمها جمعية المسرحيين في الدولة بدعم ورعاية من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم يعوض الماجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ويشارك فيها عدد من الفرق المسرحية تجول بعروضها المسرحية التي يتم اختيارها ضمن العروض المتميزة التي تقدم في أيام الشارقة المسرحية من أكثر من عام ومن قبل لجنة متخصصة ومختصة في معظم إمارات الدولة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم حاكم الشارقة انطلقت عروض الموسم المسرحي التاسع في الثاني والعشرين من أغسطس وتستمر حتى الثالث والعشرين من سبتمبر لهذا العام العروض المسرحية المشاركة في هذا الموسم هي نهارات علول، التريلة، طوفان، وزيت وورق، وأنتي لاستيكارة وعن هذا الموسم المسرحي في دورته التاسعة وأهمية وكيفية اختيار العروض المشاركة طبعا نشرفونا اليوم في الستوديو الدكتور حبيب أغلوم أمين السر العام لجمعية المسرحيين حياك الله ويانا دكتور يا حياكم الله ويحييك ويبجيك وأيضا الأستاذ غنام غنام عضو لجنة اختيار عروض الموسم المسرحي في هذه الدورة حياكم الله ويانا الله محييك دكتور أن يكون في موسم مسرحي ويمر يعني ما يقارب العقد من عليه تقريبا يعني قريب العشر سنوات بالإضافة أن هناك أيضا تدورات مسرحية في كل أنحاء الدولة وخصوصا نيام الشارقة المسرحية وين موقع هذا الموسم وين موقع من العراب من خلال كل هذه الأحداث بسم الله الرحمن الرحيم طبعا شكرا لمتابعاتكم دائمة لنا كمسرحيين وتحديدا في جمعية المسرحيين نعم وأنشطتنا المختلفة على مدار السنة يعني ما أدري أنا من وين أبدأ لكن عندما يكون عندنا حاكم وهذا الكلام نحن دائما نقوله ونحس أن كثر ما نقول هذا الكلام ما زلنا مقصرين أنه يكون متابع بشكل حقيقي وهو اللي يقترح سموه أن هذه العروض اللي موجودة في إمارة الشارقة يجب أن تصل إلى أي مواطن موجود في دولة الإمارات وبالذات في المناطق البعيدة مهم أن يشوفون ماذا يحدث في أيام الشارقة المسرحية وتحديدا في الشأن الثقافي والفني هذه مسألة جدا يعني إحنا شالينا على قولتك من تسع سنين الحين ونحن شالينا على روسنا لأنه فعلا قدرنا إحنا نطور في أيام الشارقة من خلال هذه المبادرة جميل يعني كل اليوم أصبح يشاهد على الأقل الأعمال النخبة اللي هي أفضل ما يقدم في أيام الشارقة المسرحية لأنه في ناس تتدري ظروفها يعني الموسم المسرحي هو لأهلك لأيام الشارقة المسرحية؟ لا الموسم المسرحي هو نتاج أيام الشارقة لكن نحن نختار كلجنة اللجنة هذه كان فيها لستاذ غنام السنة واختاروا أفضل العروض اللي قدمت في أيام الشارقة وتتويجا لهذه العروض وتكريما لها وللفنانين اللي فيها تصل إلى باقي إمارات الدولة ويشاهد أكبر عدد من المسرحيين وبالتالي هذا دعم كبير لأيام الشارقة ولنا نحن كمسرحيين أيضا أستاذ غنام دعنا نكون وياك صريحي خصوصا أننا في الفترة الأخيرة شاهدنا الكثير من العروض كان على النت كان في الجرائد كان في المجلات في الشوارع أنا أكلمك عن المسرح كمسرح عن المسرحيات اللي ستعرض أيام عيد الفطر المبارك سكان أول يوم أو ثاني يوم أو حتى على مدار العام والناس دائما تتجه حول الأسماء الرنانة لكن الرنانة بشكل آخر يعني اللي خلنا نقول الأسماء الشعبية الأسماء اللي بدأت يعني تنزل يعني تنزل عن مستوى ثقافتنا في نظرك وين أنتوا من هذه العروض يعني الفن المسرحي عموما في إمارة الشارقة فن راقي بكل المقاييس وين أنتوا من هذه العروض يعني شكرا للإشرارة بداية أنه هناك حراك مسرحي سواء كان في المواسم المسرحية في المهرجانات المختلفة في هناك حراك مسرحي خارج هذا الأطر وبدأ يأخذ صفة مسرح العيد وأنا الحقيقة مسرح العيد مش كثير بحب ذو إذا كان سيأخذ منهج الاستهلاك المحض لكن هو مهم لأنه بجلب الجمهور ناس وغير استير له تمام أنا في العيد هذا شوفت ثلاث مسرحيات طباح السنة دوار لازم تروح تشوف لأنه حتى ما يجي غنام يقول لك والله أنا قدمت مسرحية عظيمة في العيد أنت ما شفتهاش لا أنا بدأ روح أشوفها الآن المشكلة في هذه العروض إنها بتاخذ مقاييس طبقت في دول أخرى وبالتالي ذهبت إلى التهريج مثل الكوميديا ذهبت إلى التهريج ذهبت إلى الإسفاف من أجل جلب الجمهور الجمهور اللي بدوا يتسلح حقيقة بيحب هذه المسألة لكن لو قدمت له الكوميديا المحترمة كما في عروض مهرجان الشارقة المسرحي وقدمتها في العيد أنا بقول لك أنه في عروض مهرجان الشارقة كان عروض مؤهلة جدا تكون عروض عيد والناس تيجوا تدفع لها فلوس كتير وتحضرها بأعداد هائلة لأنها تمتلك الإمتاع تمتلك الإدهاش تمتلك الفكرة النبيلة والكوميديا الهادفة والكوميديا كوميديا تمام المسرح هادف المسرح لازم يكون هادف لكن أنت الآن ذكرت أنه فيه فرق ما بين الكوميديا والتهريج أهلا فيه معظم العروض بتروح باتجاه التهريج يعني أنا لا أخفيك أنه أنا حضرت مسرحيات فيه طاقة هائلة فيها من الممثلين الحقيقة ولكن الموضوع ذهب ساذجا والكوميديا اللي فيها هي عبارة عن كوميديا ممكن تكون المجلس ممكن تكون بالشارع بالجهوة بأي مكان آخر إذن ماذا يميز الكوميديا اللي بتتقدم على المسرح إذا لم تكن هناك كوميديا ممسرحة كوميديا فيها هذا الجانب الفني لذلك أنا أدعو أيضا الشباب المسرحيين أن لا يتركوا مجال العيد لتلك الأصوات أن يذهبوا بمسرحياتهم لتعرض في العيد تعرض في المناسبات اللي الناس تبحث فيها عن المسرح طالما عندك جمهور بيجيك على مدى أسبوع أو عشر تيام بدفع فلوس وبسكر المسرح كاملا يستغله وقدم له يعني ماذا يضير كل المسرحيات اللي في الموسم لو عرضت في العيد يعني أنا قبل أروح للسؤال اللي أنا فعلا أبا أسألك عنها اللي هي المعايير اللي أنت تشوفها من خلال نظرك مسرحي شو يعني كوميديا ممسرحة؟ إذا سمحت لي وإعذرت جهلي في هذا الأمور يعني لا يفتوى مالك في المدينة اللي أعرفه أن على خشبة المسرح كلما كنت دكتور حتى تلقائي والإفهات تطلع بشكل تلقائي الناس تقبلها بشكل أفضل لكن إذا كانت يعني مرسومة ومكتوبة بشكل مسبق تطلع خشبية يعني تطلع جامدة نعرف شو رأيكم السؤال لحضراتكم تسمح لي لأنني أنا لغزيت هذا الدبوس طبع أتناوله نعم ممكن أنا وإياك وإحنا تطلعين من الستوديو أحكي لك نكتة طيب وتضحك عليها وأضحك عليها طيب هاي مجرد نكتة لكن لما بدأتصير على المسرح في الأحسابات إلها ما سبقها إلها ما يطلوها هون هيك بتصفي المسألة بمسرحة لأنه في موقف درامي يعني بمعنى نفس النكتة ممكن تنجال في المسرح لكن بتتكون ضمن السياق الدرامي بس إذا جيت وقفت على المسرح وقطعت المشهد وقلت لي بدي أحكي لك نكتة أو قفي بتصفي هذا مهرج وأنا بقول لك هنا أنا شوفت مسرحية من هذا النوع في العيد يعني بمعنى بيوجه في المشهد المسرحي وبقول لك بدي أسولف لك عن حبيب حبيب بن حارتي وأبوه كان يشتغل مش عارف أبصر ليش وأمه كانت تسوي كده هذا الكلام ملوش علاقة بالمسرح هذا الكلام سوالي في حصيدة احنا بنسميها ممكن تقعد على البيدر وتحكي اللي بدك إياه فيها لذلك هون الخطورة إنما بلا شك إنه هذه المواسم هي مواسم مهمة جدا والدخول إليها لابد أن يكون مبرمج وأنا بقترح أنه الموسم القادم يستغل للعيد يعني بمعنى أن تذهب المسرحيات هذه إلى العيد وتذهب بنفس الطريقة وتأخذ دعاية وتأخذ إعلام لأنه على فكرة إذا لم تصرف جيدا على الدعاية والإعلام والترويج ترى ما بيجيك حدا ما ينفع بالإضافة لأنه فكرة النجوم اللي صاروا نجوم وصار يعني نجوم شباك موجودين في المسرحيات اللي بتتقدم في مهرجان الشارخة نريح فاصل قصير ونرجع إن شاء الله إذا نفاصل ونواصل حياكم الله من يدينا متواصل وإياكم فضل دكتور كنت لك مداخل يعني أنا يتهيأ لي اللي حاصل الآن بينك وبين أستاذ غنام هي المشكلة اللي نعاني منها اليوم في المسرح هي وجهة النظر وجهة النظر للإنسان العادي اللي يسير المسرح ويبغي يشوف شيء معين وبين اللي نحن نقدمه و اللي نحن مؤمنين فيه كمسرحيين يعني أنا قد أختلف شوي مع أستاذ غنام في موضوع أن العروض اللي تقدم في الأيام أيام الشارقة قد تصلح لأن تكون عروض للعيد هي في جانب كبير من الصحة في هذا الموضوع لكن الجمهور ماذا يريد الرقابة اللي احنا فرضين على نفسنا أولا كمشتغلين في الحقل المسرحي وأيضا بين قوسين الرقابة اللي احنا ما نسميها الرقابة ولكن التهذيب اللي موجود للعروض التي تقدم لأيام الشارقة المسرحية لأنه احنا هناك لجنة تختار حسب يعني أسس معينة أنا أتصور أنه المشكلة دائما احنا نلقيها على المسرح التجاري والمسرح الرخيص والمسرح التهريج وإلى آخر لكن الجمهور يتحمل جزء كبير من هذا الموضوع أنا مع الناس دائما وأبدا نحن صحيح مسرحيين لكن في النهاية ويالناس ونعرف شي يبغون ونعرف ربعنا شي يبغون وعياننا شي يبغون يشوفون لما يذهبون إلى ممثل معين يقدم تهريج هذا مش بإعاز من الممثل يعني اليوم احنا هناك من يعمل في المسرح الإماراتي ويفكر بنفس الطريقة اللي أشار لها غنام قبل شوية أنه في بعض الدول تصدر لنا نوعية كانت تصدر لنا وما زالت تصدر لنا نوعية من الأعمال التي نحن سألنا تهريج لكن هناك من يفكر اليوم على شأن يدخل إلى الجانب التجاري أن يصل إلى هذا الموضوع هذه قضية هذه قضية يجب أن يتحملها الجمهور أيضا لأن الجمهور يبغي يضحك الجمهور ياي يبغي يضحك ويستانس أنا دافع سعر التذكرة مثل 200-300 درهم هذا واقع المشكلة الأكبر المشكلة الأكبر أننا من خلال كتابنا الموجودين بالذات الإماراتيين أيضا لأنهم مسرحيين ولأنهم مشتغلين في الحقل المسرحي وينتمون لهذا المكنون المسرح الذي نحن ربينا عليه فارضينا على نفسهم رقابة معينة هم كتاب فارضينا على نفسهم رقابة معينة أنهم ما يكتبون في هذا الطريق طريق التهريج وبالتالي إحنا ما عندنا كاتب يدخل أيضا في هذا المجال لأن أيضا التهريج النكتة اللي يقول عنها غنام هي صحيح نكتة لكن كتابتها وأن تستقبل على المسرح بشكل يعني الجمهور يصفق والجمهور يبغي من مزيد وفي نجوم يجوننا من برة الإمارات يعني لو ييه كل شهر بعرض مسرحي تلاقي فل المسرح بما أنه يعني ندخل في إنكم عائد مادي يعني يواصل الثلاث مليون والأربع مليون درهم خلي الإنكم دكتور هذا هذا غير الإنكم أو كيف العائد المادي أيضا انتشار صحيح الآن سمحني أنا لا أرى أنه الجمهور بتحمل المسؤولية الأساسية اللي بتحمل المسؤولية الأساسية الفنان وطريقة ترويج العمل النجوم اللي بنحكي عنهم هم ناس حملتهم آلة إعلامية ووصلتهم إلنا فبالتالي اللي موجود هون ولسه ما شفوش راح له على السمعة الآن أنت تستطيع أن تصنع نجمك المحلي أنا بدي أقول أنه فيه في عروض الموسم أضرب مثال على طول الخط نهرت على اللول أليست عملا كوميديا بامتياز أليست عملا يحمل مضامين فكرية بامتياز ودون أن تثقل على الناس يعني مش دمها تقيل هي دمها خفيف فيها فكر فيها تمثيل مستوى عالي فيها إخراج مستوى عالي فيها موسيقى مستوى عالي وفيها متعة بفهمها البني آدم البسيط وبيفهمها البني آدم المتخصص الفنان إذن أنت أمام هذه المعادلة ليش ما يروح مثل هذا العرض على سبيل المثال إلى العيد شو اللي مضره هو بيروح سيد غنان بيروح لكن فيه شكالية أخرى الأسماء اللي موجودة النجوم اللي يتكلم عنه محمل النجوم اللي في العرض مع تقديرنا لكل النجوم بما فيهم سواء دكتور حبيب أو أحمد الجسمي أو سمير أحمد أو إبراهيم سالم أو مرعي أو غيره أو غيره في النهاية الجمهور نحن في الإمارات وهذه مسألة يجب أن نكون واقعين لما يأتي سين من الناس من خارج الإمارات من خارج الإمارات ما هو تصنع نجم إذا إحنا خلال يعني يعني العفو كيف تصنع نجمك إذا ريال قدم لأ إمية عمل مسرحي شو ما تصنع زيادة لا 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 لدك تصنع نجمك صناعة النجم وأنا بأعتقد إنه إن إحنا الآن في الإمارات بنعيش فرصة بأعتقد تاريخية أنتوا كنتوا أشربتوا في بداية الحديث عن وجود شخص مثل صاحب السمو يرعى بصفتيه حاكماً وبصفتيه مسرحياً وفي نفس الوقت عندك فنانين الحقيقة يمتلكون الموهبة ويمتلكون الثقافة وعندك مجتمع حاضن أنا بالمناسبة شفت المجتمعات العربية كلها من أرقى المجتمعات العربية في التعامل مع الفنان هو المجتمع الإماراتي يعني الفنان شخصية محترمة في المجتمع الإماراتي بلا شك محترمة في الشارع محترمة في المجلس الرسمي محترمة في المجلس الشعبي وهذه بتشوفهاش في كل المجتمعات اثنين انتوا عنا النقطة اللي عشرها الدكتور حبيب عنا تنوع عرقي اثني في البلد يعني بمعنى احنا عنا جنسيات عديدة عنا كل العالم موجود في هذه الدولة الجاذبة نعم في هذه الدولة الجاذبة لكل الناس واللي بتحسسهم بالأمان وتحسسهم بالطمأنين وبعيشوا في نظام كثير محكم أنت يجب أن تفكر كيف يمكن أن تجذبهم لأنه اللي بيخلي اللي بيخلي فنان جاي من الكويت أو فنان جاي من مصر أو فنان جاي من أي دولة أخرى يجب بكل هذول الناس بدك تدرس هاي المعادلة 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 طرح هذا اللي نقول عليه ايه تمام معادلة الصناعة مش معادلة الاسفاف اللي بدك تدرسها أنا بقول أنه هناك منتج محلي مهم يجب أن لا يستهان فيه ويجب أن يعرض للجماهيرية الشديدة يجب طيب أنا بس ألك سؤال لو أنت الآن تقول على النجوم وأنا أحترمهم وهم نجوم فعلا لكن لو أحد الأسماء اللي أنت فعلا تتحدث عنهم أنا ما عارف منه ولكن المسرحي الموجودين واللي فعلا ملتزمين بكل كلمة أنت قلتها لو واحد منهم سوى برنامج تلفزيوني كم واحد بيتابعه؟ برطو كيف يتروج البرنامج؟ لا في أي محطة بتقدم؟ لكن ما علي لو الناس اللي تتحدث عنهم ليأي من خارج الدولة سوى برنامج تلفزيوني هني في الدولة كم واحد بيتشوفه؟ مهم ملايين أنا بس لو تسمحوني صح الأحمد النجومية لها يعني رونقها الخاص صحيح وهناك قدرات يعني الآن حتى في بعض الفنانين اللي يشتغلون في مسرح التجاري أو يعني مش كل المسرح التجاري أيضا في صفاف لكن أيضا في يوصلون في بعضهم يوصلون إلى مرحلة الإسفاف لكن هذا لا يمنع بأن هذا الفنان عنده قدرات موهبة كبيرة موهبة كبيرة وقدرات خارقة صحيح على أنه على الأقل عنده قبول عند الناس إذا المشكلة في ترجمة هذه المشكلة؟ أنا أقول لك هي المشكلة أنا من واقع تجربتي واشتغالي في البسرح الحين من 79 لليوم يعني 34 سنة وأنا في مسرح الإمارات أنا أقول أننا عندنا إشكالية وائد مهمة يعني مثلا الآن غنام يقول وهذه مسألة حقيقة يقول نحن لازم نقتنم هذه الفرصة التاريخية اللي هي عاطتنا حاكم مثل سلطان الثقافة والفنون لكن الشيخ سلطان موجود ترى من البدايات من الستينات من بداية الستينات ويكتب للمسرح وما زال موجود يعني هو مواكبنا وموجود لأنه من البداية من بداية انطلاقة المسرح وهو موجود لكن الشيخ سلطان يعني يكتب في فئة خاصة صحيح هذا هو في فئة لها يعني وزنها هذه القضية مهمة عرفت الشيخ يكتب فيه في اتجاه معين وهذا كثير مهم لتأسيس ثقافة مسرحية حقيقية في البلد والشيء الجيد أيضا بالنسبة لي بس بالنسبة للجمهور ان من يعني الشباب اللي طالعين اليوم جدامهم بالبراس مثل الشيخ سلطان وكتاب آخرين قدموا للحركة المسرحية في الامارات اليوم يكتب اسماعيل عبدالله جمال سالم وغيرهم من الكتاب يكتبون بنفس المنهج ما يبغون يحيدون عن هذا الطريق وهذا صح لكن احنا ينقصنا التنوع في مسرح الامارات لأنه فيه يعني اختلاف عرقي وكبير في الامارات هناك مئتين وثلاث جنسيات مختلفة تعيش على ارض الامارات هذه المسألة يجب ان احنا نحطها في الحسبان يعني على سبيل المثال لما نحنا في ايام الشارقة وهذه هي الايام اللي تخصنا وهو المكان اللي احنا نتنفس فيه مسرح من الجمهور الخمسمية ممكن يطلعون امية منهم بره يقول لك يا اخي شوي يعني قللوا في اللهجة عشان احنا نستوعد راحنا محسوبين عليكم يعني انتوا تقدمون مسرحية غارقة في اللهجة المحلية المشكلة اللي صايرة انه معظم العروض رايحة في هذا الاتجاه الغراق في المحلية شكلا ومنطوقا وبالتالي هذا حتى الامية هذه الموجودين ممكن يروحون عنك يجب ان احنا نحافظ عليهم فالاعتدال مهم التنوع مهم وانا دائما اقول في مسرح الامارات هناك من لقى نفسه في المسرح الشعبي في هذا اللون فعليه انه يلتزم لكن اخرين كثير منهم مش لقين نفسهم يأسين يصرون على ان يقدمون في هذا طيب هناك من هو شايف نفسه في المسرح اللي هو باللغة العربية فصحة خليه مستمر وهذا نهج لكن في يعني لا ضير من يكون عندنا مسرح تجاري مش اسفاف ولكن التجاري يصنع منه نجوم هذا مهم لكن مع الاسف انه يعني الرقابة الزايدة اللي احنا فرضينا على نفسنا خليت اننا احنا شوي وما في اجتهاد في المسرح قدنا على الرغم من كل ما يقدم في ايام الشارقة من دعم ومن الشيخ سلطان الله يحفظه لكن الفنان يبغي فقط يمثل او يخرج ما في ذاك الاشتغال على انك انت تفتح يعني لنفسك مفاتية ما يشتغل على نفسها يعني ما في اشتغال ذاك الاشتغال بالشكل الحقيقي لكن تلاقي في مخرج مثل واحد مثل محمد العامري يشتغل في اتجاه معين وتحس ان مهموم في اشتغال من مثلا اسماعيل عبدالله في النص في ممثل اثنين اثلاثة لكن هذا اي قلة احنا محتاجين ان الكل طالما مستفيدين ويجب ان احنا نستثمر ونستثمر ونستثمر وجود الشيخ سلطان وهذا الدعم اللي موجود يجب ان احنا نكون على قد المسؤولية نشتغل بنفس الهاجس بنفس المسؤولية احنا نروح لفاصل قصير ونرجع بعد اذا نفاصل المواصل حياكم الله من جليد ومتواصلين اياكم مسر غنام كان لك مداخلة الحقيقة من هون تأتي اهمية الموسم يعني انا كنت بدي اكمل على كلام الدكتور حبيب من هون تيجي اهمية الموسم لان الموسم هو فسط ترويج الاعمال المحترمة المحترمة بمعنى المشهول عليها بالتفصيل انا دايما بقول المسرح الجاد مش هو المسرح اللي دمه تقيل ولا هو الكشر لا المسرح الجاد هو الذي اشتغلت على كل تفاصيله بجدية شديدة ما كنت انت مستهبله ولا كنت مستهتر ولا كنت مشتغل كل شيء يعني من افا ايدك لا انت بتكون مشتغله وانت متماعن عارف النص انكتب كيف عارف المجتمع شو بده عارف اهدافك شو عايزي كيف بدك تمتع الناس ومتعة الناس هي اهم هدف من اهداف المسرح لذلك الموسم هو الفرصة المناسبة لاثبات هذا الكلام ومن هون جمعية المسرحيين بتكون بهذا الجهد الكبير بالتعاون مع كل المؤسسات اللي في الدولة هذا الشيء مهم لكن نحتاج ايضا الى المزيد في السنوات القادمة وخاصة في مسألة الترويج والاعلام ونعترف ان احنا في الامارات او في بقية الدول العربية عندنا مشكلة العلاقة بعلم الترويج وعلم الاعلام وعلم يعني كيف تصل هذه المسرحيات الى كل بيت الى كل شارع لانه ما اعتقد انه كل هذا الدعم وكل هذا الجهد اللي يبدل وكل هذه المساحة المفتوحة للمسرح في البلاد يعني تعني انه المسرح مش لازم يوصل لكل درب ولكل سكة وانا بعتقد انه من المفارقات الطيبة انه بالعادة في الدول بيعملوا مسرح دولة جيد يعني لكن في الامارات هناك دولة مسرح وهي مسألة يعني قلب للمفهوم تماما يعني دايما بيعملوا مسرح دولة فرقة تاب على الدولة بتمثل يعني توجهاتها في المسرح بينما في الامارات في دولة مسرح المسرح له دولة كاملة يعني عنده تحت تصرفه كل امكانات الدولة كل امكانات المجتمع لذلك في عنده مناخ مهم جدا يجب ان يستغلوا حتى النهاية وانا بعتقد انه في هذا الموسم وهذه ليست يعني دعاية مجانية في هذا الموسم سيكتشف الجمهور كم من المسرح الجميل متاح له وطبعا انا بعرف ان الموسم مجاني يعني قديش رح يكون في عنده مشاهدة مجانية طيب هل نحن عندنا يعني هل المواسم هذه وهذه التطاهرات وهذا الدعم هل يعني دكتور خلق يعني حالة من الاستمرارية للمسرح للمسرحيين على مدار العام على مدار المواسم في نظرك هو خلق لكن بعد برجع وانت سألت سؤال قد تفسر لي انا بفسر لك لو سألت ان هذه الجملة كثير مهمة لقالها انا مثلا كمسؤول في الوزارة هو الضار هو هو الضار مارش بلا لا لا ما يبقى يقول لك شيء من ساعة فنيال القهوة من قبل والله بني بالقهو لا يا أحمد تدري يعني الجملة هذه جدا مهمة وانا اعجبت فيها هي معناها انا كمسؤول في وزارة الثقافة لما احنا كوزارة نشوف الناس المسرحيين منصرفين عن المنهج الحقيقي لثقافة البلد وافنونها عن ما يجب ان يكون عليه المسرح لذلك تتدخل الدولة بتحديد مسرح او انشاء مسرح خاص بالدولة وهذه الجملة حقيقية لانه الى الان ولله الحمد ما زال المسرحيين في الامارات متبسكين بهذه الاسس الحمد لله وما خلت المسؤول يفكر انه هو يسوم مسرح خاص للدولة لانه يحس ان المسرح كله للدولة اصل الكل مهموم بالثوابت المسرحية ما عندنا لذلك وهذا طبعا اكيد يعني مدخلنا في مسألة انه ما في ذاك المسرح الاخر اللي شسمه مسرح جميل هو مسرح الفرجة ليش احنا في الامارات يعني مسرح الفرجة مسرح جميل لا علاقة بالاسفاف وقد يحل مشكلة المسرح التجاري وايب جمهور في غنى في كل المتاقية كل المتاق متع متع المتع المسرح موجودة في هذا في هذا المسرح ليش من موجود عندنا يعني انا ارجع وقول الاجتهاد مهم اني انا ابحث عن اشكال مختلفة اليوم في المسرح مسرح موسيقي مسرح غنائي مسرح فرجوي يعني هذه الانماط اللي موجودة الاشكال اللي موجودة احنا محتاجين نرجع لسؤالك اكيد هذا التنوع عامل زخم كثير مهم عندنا احنا اليوم عندنا مهرجانات ولله الحمد تكفي للسنة كاملة وعندنا كل يعني شسمه عندنا الاطفال عندنا المدرسي عندنا الجامعي عندنا المونودراما اللي هو المتخصص وعندنا المهرجان الاساسي هو المتنفس الحقيقي اللي احنا كمسرحيين هو ايام الشارق المسرحي يعني كل شيء موجود الدعم موجود لكن تبقى الاشكالية وانا دائما نقول في البحث عن اطر جديدة لدعم هذا المسرح والاستمرارية فيه استاذ غنائم استبعت بعض العروض او تم استبعادها ما بقولك استبعت طبعا لكن بعض العروض تم استبعادها ليش الحقيقة هو بداية لازم يكون واضح انه فيه هناك زي ما تفضل الدكتور حبيب فيه أسس والأسس هاي علمية وفنية طيب يعني طبقناها على الجميع دون اي محبا يعني بنفس المسافة نفس المسافة اللي بيننا وبين كل العروض كانت هي ثابتة جميل وبالتالي احنا اخذنا افضل خمسة هذا لا يعني ان الاستبعد كان رديئا هذا يعني حتى نثبت لكن هؤلاء كانوا افضل خمسة من المجموع وهذا لا يعني ايضا ان من استبعد يعني مش الكل كان جيد ايضا فيه ناس كانت ايضا العمل تبعهم ضعيف مش مخدوم واحنا كنا ننظر الى مستوى النص الى مفردات النص وكنا ننظر الى جدية الاخراج وعدم استسهاله وجدية التقنيات وعدم استسهالها وجدية التمثيل وعدم استسهاله وبالتالي ايضا قربه من المجتمع وتماسه مع قضايا الان سواء كنت بتحكي عان طريلا سواء كنت بتحكي عن زيت temporarily سواء كنت بتحكي عن شهيد تین سواء كنت بتحكي عن اللول يعني أنت لست غارة أنت لست غارة أنت لست غارة هو اسم شخصية تركي طبعا غارة وهو طبعا للعالم عارف ليش لأنه مكتوبة عندي بالكاف ما نحطط الفتحة هو طبعا كان لازم حدا يقولك لأنه هو على فكرة ناس كثير بغلطفين مسرحيين أنت لست غارة وهي قصة كثير معروفة ومن أكثر النصوص التي انشغلت في العالم لكن الحقيقة تم الاشتغال عليها قبل محمد العامري كان مخرجا وكان عبدالله زيد بلعب دور جارة ولعبه بتميل شديد وأخذ فيه جائزة التمثيل بالمناسبة عبدالله زيد لعب فيه بشكل هائل وجميل وكوميديا والناس يعني أعجبت فيه وبالتالي هذا من النصوص فعلا الجماهيرية أنا أعتبرها في العالم الفكرة أنه أن تقدم الأفضل للناس وأن لا تحابي أنا ممكن أقدم عمل المسرحي يخطئ قد أقدم عمل في هذا الموسم ما يكون ملائم وفي الموسم القادم أقدم عملا أفضل لكن أنا يجب أن أكون صريح مع الذي لم يقدم عملا ملائما وأقول له عملك مش ملائم حتى ينتبه وحتى تاخد المنحة التربوي لأنه أيضا طالما أنت بدك تروح تصالح المسافة اللي بينك وبين الجمهور وتعبيها بالثقة لابد أن تقدم أفضل ما عندك لهذا الجمهور حتى هو اللي يحملك في السنوات القادمة برد لك في نقطة ثانية لكن بروح لي فاصل موسيقى ترجمة نانسي قنقر فنون صناعة الكتاب الإسلامي هو المحور الرئيس لجائزة الشارقة للأدب المكتبي للاستفسار والاطلاع على الشروط إليكم الأرقام والعنوين التالية ترجمة نانسي قنقر هياكم الله من جديد ومتواصلين وإياكم أنا برجع لك أستاذ غنام على سبب اختيار اللجنة لبعض العروض وتدخلها في نوعية الجمهور إذا كان هذا الكلام فعلا صحيح لكن أسأل دكتور حبيب سؤال يعني طرع على باله وما بأنساه دكتور انت سلت مثل القرية العالمية أو الأحداث هذه كرب أسرة يعني بشكل طبيعي نعم طيب تشوف مرات في هذه التظاهرات ريال عنده كشك كبير وحاط بوسترات للمسرحيات والصوت عالي وتشوف تجمهر الكثير من الناس كم مسرحية إماراتية من ضمن هذه البوسترات دعنا نكون صريحين دكتور لا لا نشوف ما علي سامحني يعني هذا الموجود سامح لا شوف أنا مؤمن أنا قلت لك أنا مؤمن بي وأنا معاك أن إذا هاي الأربعين سنة أو الخمسين سنة نحن يفترض أنه التاريخ الحقيقي للاشتغال بشكل حقيقي في المسرح في الإمارات من 63 يعني من يوم من ولدت أنا من 63 إلى اليوم خمسين سنة في هالخمسين السنة النصف يعني قارن بالفعل إحنا عندنا قصور في صنع نجم النجم اللي الناس يعني ممكن تسعاله قد يكون عندنا بشكل يعني خاص وجود يعني جابر نغموش له لون خاص يعني وفي مسرح آخر اللي هو المسرح اللي هو عندك أحمد الجسمي وسمير أحمد بس هما قلة لكن المسرح التجاري اللي احنا نتكلم فيه اللي ممكن ييب الجمهور لأنه طبعا احنا ما نقشنا قضية نوعية الجمهور اللي يحضرون هاي النوعية من الأعمال هاي قضية أخرى لو نناقشها بشكل حقيقي بنقول لا والله خلنا على مسرحنا وبلاش هذا الجمهور اللي يضحك لأن الجمهور معلش أحمد الجمهور يضحك احنا من زمان نناقش قضية من خلال أبحاثنا ودراساتنا وكذا بأن الإنسان العربي بشكل عام مهموم بالوضع وهذا اليوم تشوف احنا سوريا تشوف الأخبار من قبل عشر سين ما في شيء سر نعم فأنت مهموم فبالتالي يوم تلتزينني يوم تلتزين مكان تبغي تشوي تفرج عن نفسك نعم زين وبالتالي هذا شيء طبيعي أنت أيضا ما تقل تلوم هذا الشخص اللي يبغي يضحك لكن مبل درجة أن أصير أنا أرقوز وضحك علي ولا نقبل نحن كفنانين في الإمارات قلت لك بين قوسين نحن فرضين على نفسنا رقابة ذاتية لا يمكن نتجاوزها طيب أنا أعظم أقولك شيء دكتور في خلال برامج رمضان أنا أتكلم عن المسرح وعن الفنان بشكل خلال برامج رمضان يعني الفنان عاد الإمام يعني هذا الرجل كم كم يعني قدم أسعد الملايين أسعد الملايين لكن هذا الرجل لما سوى لما رد على التلفزيون أنا أتكلم عنه كفنان كانت المشاهدة قاتلة عجيبة صحيح طيب لو عاد الإمام بعد هذا العمر يعني ريال اقترب من السبعين ومن الثمانين تقريبا نعم لو سوى مسرحية وسوى أرقوز مثل ما قلت بيونة لا لا يعني مبعد الإمام ولا يعني عبد الحسين عبد الرضا عبد الحسين عبد الرضا لو سوى مسرحية لا بس ما يسوى أرقوزات هو المشكلة أنا أقولك لو ما يسوى أكيد لو سوى بيسوى بعد بثقل بثقلة وتاريخها وكذا يعني هو ما يسوى نحن ليش ما عندنا أسماء مثل هذه سامحني نرجع لصناعة النجم هذه فكرة طيب منوصناعهم صناعة النجم هذه مؤسسات كاملة مجتمعية ورسمية وفنية ومنها التلفزيون ومنها طبعا التلفزيون واحد من أدواتها هذه قضية يعني فيها تخصص مختلف تماما يعني من هون أنا يمكن أجي أقول مثلا أحد الأعمال اللي كانت مشاركة في الموسم في المهرجان التريلا أنا بعتقد أن التريلا هو يمكن أكبر كم من نجوم المسرح الإماراتي من الشباب إذن في تجمع في عندك أربع خمس أسماء في هذا العمل يعني الناس بتحبها سوقهم كويس بيجوك كيف تسوقهم هذا موضوع موضوع طويل إله علاقة بالميديا كلها على بعض وإله علاقة بأنك إذا بتكلفك المسرحية مئة ألف درهم بدك تدفع عليها مليون درهم دعاية صح عشان تبصلك يعني مش إنه الدعاية عشر تلاف درهم مهم كلفي مئة ألف درهم لا لا قد عشر مرات بدك تدفع الدعاية أهم يعني تكلف أكثر من الإنتاج نفسه شركات العالمية أنا سمعت أن يقول ثلثين ميزانيتهم إعلانوا دعاية اثنين بدك شراكة حقيقية بين المؤسسة الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية ومن هون أنا يمكن أقول أنه فيه في الفترة الأخيرة فيه توجهات لدوزات الثقافة وجمعية المسرحيين لوضع استراتيجيات للنهوض بالمسرح الإماراتي وأنا بقول أنه هاي فرصة أيضا تاريخية من الاستثمار هذا المناخ اللي بيفكر بالتطوير بلد بتمشي بسرعة الصاروخ في كل الاتجاهات بتحدث بطريقة هائلة ما في منحنة ما في منحنة تحديث عم بحصل بنفس الطريقة اللي بحصل في الإمارات مطلوب من المسرح الإماراتي أيضا أن يضع خطة لتحديث نفسه ليكون مواكبا ليكون جزء من الهوية الوطنية ليكون جزء من صورة البلد وبالتالي هذه المسألة في منتهى الأهمية من حيث النوع ومن حيث طرائق العمل طيب على قولة ريالي يعني واحد يجرح ويداوي في نفس الوقت والمسرح جدت الآن يمكن دكتور حبيب أن ما عندنا الاسم الكبير مثل أو مثلا ما صنعنا إلى الآن الاسم كبير مثل عبد الحسين عبد الرضا الفنان عبد الحسين رضا أو الفنان عاد الإمام ممكن لأن مجتمع الإمارات مجتمع إلى الآن محافظ وله أسلوب خاص في التعامل معه دعنا نقول يعني نشوف 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 نحن كمجتمع وايد يعني ما ما تقدر تقول كل شيء على العادات والتقاليد والسنع يعني وايد تأثر على الإنسان الإماراتي في تركيب حتى في تعطي الشارع في تعامل يمنعك من أشياء كثيرة لكن في مشكلة أو في قضية لازم نؤمن فيها عاد الإمام أو العبد الحسين عبد الرضا طلعوا في فترة ما كانت فيه فضائيات كان هناك فيه توا تلفزيون شيء دي طالع وكان فيه المسرح مسرح التلفزيون قدم للفنان في ذاك الوقت يعني شيء لا يمكن اليوم هذا يقدم يعني كانوا يسألون مسرحيات للتلفزيون من غير الجمهور يعني يبون مسرحية مخرجوا موثلين وكذا وهذا ويحطوهم كاميرات وكأن الكاميرات هذه الثلاثة عيون المشاهدين أو الجمهور ويمثلون المسرحية جدام كاميرات التلفزيون مثل هي أقرب إلى السكتشات وقضايا اجتماعية ولكن هذا يسمونه مسرح التلفزيون وهذا قدم الفنانين في ذاك الوقت للجمهور خاصة قلت لك لا فضائيات ولا انترنت ولا وسائل الاتصال ما شيء إلا هذا التلفزيون هذا الصندوق العجيب الذي دخل لبيوت ونبهره فيه شوفون كل شيء فيه وخدم ذاك الوقت في بداية الستينات أو الخمسينات وستينات خدم الفنانين بشكل غير طبيعي أسس لمشاهدة حقيقية لهالفنانين عشان شذا هم يكبرون ونحن نكبر وياهم جميل لكن يعني خلنا خلنا واقعيين أكثر أنا ما زلت أقول وانت مصر وانا قلت المشكلة هاي اللي صار الآن بينك انت كمتفرج وبين غنام كمتخصص نعم هذه هي الاشكالية اللي احنا نعاني منها مش نعاني منها لكن هي الاشكالية الحقيقية اللي يجب ان احنا نبحث لها عن حلول واسكنتك نولوياها الحق أنا ولا غنام أنا كمين انت وياك الحق غنام وياه الحق ما هو هاي المشكلة احنا نبغي نوجد بين المطرقة والسنداء هي هاي احنا نبغي نوجد يعني حلول وسط بحيث انك انت ما تتنازل كثير عن هذا الشكل اللي انت بتبنيه كمسرحي وبين هذا المشاهد والجمهور واللي يبغي يشوفها ومن هون الموسم يكتسب اهمية لانه هون ممكن يشكل الجسر بين وجهتين النظر هو الموسم يشكل هذه الاهمية لكن ايضا نوعية الاعمال اللي تقدم النجوم اللي مشاركين في هذا العمل يعني الموسم انا امين سر جمعية المسرحيين هناك عروض تكون الكراسي مليانة وعروض اخرى في الموسم نفسه تكون الكراسي فاضية ما في يعني وهذا موضوع انه في اسماء تيب جمهور وفي اسماء ما لا علاقة بالجمهور ايونك الناس اللي هما بنتحدث عن عمر المسرحيات وعن كم ممكن انها تستمر لكننا بروح لفاصل قصير ونرجع بعد اذا فاصل هياكم الله من جديد ومتواصلين وياكم دكتور حبيب اتذكر والكلام ايضا الاستاذ غنام غنام اتذكر انا صغير في الابتدائية لا تقول شايف لنا لا لا كانت في مسرحية تعرض في مصر اسمها الواد سيد الشغال باي باي لندن الى الان نحضرها والى الان تنعرض على التلفزيونات في العيد مراهق في الخمسين الى الان مدرسة المشاغبين الى الان العيان كبرت الى الان ونقولها في كلامنا ونقولها في يعني اذا انا بضحك ايا دكتور حبيب اقول افين من اللي كان يقار الرد صحيح بعض الجمل سؤالي لماذا المسرحيات هذه ليش عاشت يعني في مسرحيات اكبر عني في مسرحيات مع عمري طيب ليش ما عندنا مسرحيات عاشت بالعمار هذه شوف طالما احنا بنتضارب واحد انتو انتو بتضارب وانا بنشد يارس في النص انا بحايز بينكم شوف انا قبل لانا كنا في الاخر يعني بريك عملناه قبل شوي نعم فعلشان بس نحفظ حقنا احنا كمسرح الامارات اترا احنا مسرحنا متطور بشكل كبير بالرغم من كل هالملاحظات اللي احنا نقولها واحنا محسودين وين مارسرنا زين وانا يمكن تكون شهاتي مجروحة لكن غنام يقول لك في هالمهرجانات العربية والخليجية حاسدين على مسرحنا وحاسدين على الدعم وحاسدين على سلطان الثقافة والفنون وحاسدين على كل شيء الحمد لله لكن تدري بنقرأ عليهم بنقرأ عليهم نحن نقول انا وغنام في الاستراحة كنا نتكلم عن موضوع ان الفنان بطبيعته يحب انه يعني تكون لأرضية انه يكون واثق انه هو واقف على أرضية صح مبله للثقافة اللي هو ينتهي لها ولمستقبلها لمستقبلها لمستقبل الدولة وثقافتها وفنونها لهذه الرؤية المستقبلية اللي حطها سيدي صاحب السمو الله حفظها الشيخ سلطان يعني احنا انحاتي احنا مو بيوم ويومين يعني احنا نشتغل ومهمومين ما نشتغل لانه نبغي نستوي نجوم ولا نبغي نمثل ولا بس شبعنا استوينا نجوم ومثلنا وتعبنا وهلاكنا لكن ما زلنا مستمرين في هذا المجال تقريبا دون استثناء كل فنانين لمرأة علشان على الاقل يجدون يحافظون على هاي المكتسبات الموجودة هذا احنا يعني نشكر ربنا الف مرة على هاي النعمة لكن نرجع ونقول يعني هذه الاعمال اللي ذكرتها اعمال يعني لابد في اضاءات في الكون هذا كله هذه اضاءات موجودة لكن ايضا هناك بعض الاعمال محمد صبحي اعمال لدريد لحام بالضبط ما حضرتني في لحظة كاسك يا وطن مثلا يعني هذه اعمال لا يجب انك انت تخفل عنها لكن انت انت تتكلم عن يعني عطيتني مثال لثلاث اربع مسرحيات مثلا مصرية انت تدري من ذاك اليوم الى اليوم كم الف عرض مسرحي مصري لكن لا زالت كله وصلنا هذا دعنا نتكلم عن مسرح الخليجي كم الف عرض مسرحي كم الف لكن باي باي لندن الى الان هي لحاضرة طيب هذه مسألة اذا هناك في اشتغال حقيقي كان في ذاك الوقت من مثل ما قال الصنافهم قبل شوي غنام النص اشتغال عن النص هاي الارضية الحقيقية التي تتقع عليها معنم انا في اعتقالي دكتور سامحنا قطعت خرجوا وايد عن النص الآن لما اشوفها الآن وانا يعني يعني كبرت اشوف يا اخي هذا الكلام يستحيل يكون مكتوب هذا الكلام تلقائي صحيح طيب هو طبعا هي ابداعات ممثل طيب مثل عبدالحسين استاذنا ابو عدنان لكن ايضا هناك ارضية يقف عليها هناك نص موجود كان كاتبة بايبال لندن لا انا اتعارض انا بتعارض مع استاذ غنام انه قلت النكتة او الافي اللي بيطلع المسرح علشان ينتشر محسوب صحيح انا ما اعتقد ان هذا محسوب لا لا انت احمد تدري المشكلة وين المشكلة مش الاشارات لهذه الاعمال احنا نتكلم عن انه يعني سوري هو اعطاك ملاحظة كان لك يتكلم عننا وعن صديقتي انا حضرت مسرحي لزميل كويتي يتكلم عن علاقة بزوجت ام عياله على خشرة المسرح للجمهور لا 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 انا اتكلم جد يعني يعني وصلت فينا المواصيل ان احنا ننقل حياتنا انا ما لي علاقة وقال لك ما اننا علاقة احنا كجمهور بحياتك الشخصية ومشاكلك الشخصية انا يا ايشوف فن قدم لي نكتة بس نكتة تقدم على المسرح غير انه تقدم على القهوة بيننا وبين بعض كربع يعني في النهاية في جمهور احنا تعبنا احمد في المسرح الاماراتي عشان نقنع الانسان وبالذات الاماراتي انه يثق في هذا المسرح وما يقدم على المسرح ويبنته ويبأخته ويبزوجته احنا اذا بنستمر يعني او نبحث في هذا اللون من المسرح حتى الجمهور النخبة واللي احنا نسميه الموجودين يتابعنا تسمح لي بقي عندنا دقيقة دقيقة بداية يعني لا هناك ايضا الترويج مرة اخرى رح اركز عليه لانه انا ممكن اذكر الان اعمال في الامارات وفي منطقة الخليج لم يروج لها حتى في المسر لم يروج لها وهي ربما لا تقل اهمية عن اللي ذكرتهم يعني اذا ذكرت انا باب البراحة ماذا يمنع باب البراحة تظل عشر سنين انا سمعت عنها على الاطلاق تمام اضاع الديتش حفلة على الخزوق تبعت صغر شو ده الله يرحب يعني بمعنى انه لم يتم ترويج عدل لها شياطين ليلة اللي معه يعني انا بحكي لك شياطين ليلة اللي معه اي طبعا اه واي دايبي اذا اذا هناك زائد انا اشير الى مسألة يعني يجب ان نذكرها المسرح في الامارات لم يعد له الدور الوطني فقط صار له الدور الاخليمي صار له الدور العربي الامارات الان تلعب دورا دوليا في المسرح اثرها في ال اي تي اي واضح اثرها في ال اي تي اي اللي هي الهيئة العربية المسرحة اللي انشئت يعني ب بس ننقصنا الترويج لان اثرها واضح الان العالم العربي بتابع المنجز المسرحي في الامارات متابعة دقيقة وحثيثة والمنجز المسرحي في الامارات يؤثر على الورش ويؤثر على المهرجانات ولا تنسى انه اهم جائزة الان في العالم العربي تمنح للمسرح العربي هي جائزة صاحب السموم لأفضل عمل مسرحي عربي وصلها سنتين والسنة الثالثة هي هذه 2013 أنا أعتذر منكم لذيق الوقت وقتنا تقريبا انتهى سامحون احنا ما كملنا نقاشا لكن أنا سعد جدا وتشرفت واستفد جدا منكم الدكتور حبيب غلوم أمين السر العام لجمعية المسرحيين والأستاذ غنام غنام عضو لجنة اختيار عروض الموسم المسرحي شكرا جزيلا لكم نلتقي بإذن الله الأسبوع المقبل مع حدث جديد وتظاهر جديدة دمتم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة